السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالعلي من قناة بسكويت العرب في هذه الحلقة سأتطرق الى شركة من شركات التعدين السعابي التي أشرحها ما بعد الانقسام في وقت سابق تطرقت الى نتائج او ارباح شركة التعدين السعابي بعد الانقسام قد لاحظنا في وقت سابق ان بعد هذا الانقسام كان له تأثير كبير على الارباح التي حضرنا عليها بعد مرور الانقسام اي انه قد تمت اه يعني اختزال الارباح بنسبة كبيرة من الشركة بطبيعة الحالة اه وهذا ينطبق فقط على خورزميات كما ذكرت سابقا في الشرحات السابقة اه وايضا تتطرقت الى شرح شركة في وقت سابق وايضا اه ان الشركة قامت باضافة تعدين اه الاثيريوم وعملات اخرى المرتبطة بسكريبت ومن فاته الشرحات السابقة ما علي الا زيارة اه المدونة وسيجد جميع الشرحات الخاصة بالشركات التي ذكرتها سابقا وايضا عن التعدين وايضا عن جميع ما يلخص البيتكوين وغير البيتكوين اه في هذا اليوم ساتطرق الى شركة اخرى من شركة تعدين السحابي لكن اه طريقة عمل هذه الشركة اه قريبة نوعا ما الى الى موقع الاستثمار كوينز حيث ان الشركة لا تبيع بالطبيعة بالضبط يعني اه لا تبيع اه كما كما هو الحال مع جينيس اسماينين او 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 شركة عش بل هي لها نسبة وربح يومي اه تضع اه ربح يومي حسب ما قمت بي اه يعني باستثماره في الموقع لكن للشركة اه يعني فارعين او هناك من الشركة توفر اذا قمت مثلا ب ببدء الاستثمارك او الاستثمارك بواحد بيتكوين ستحصل على نسبة تصل الى تسعة في المئة اه يوميا يعني كل يوم سيصل ربحك الى تسعة في المئة اي مثلا اه واحد بيتكوين يشوي حاليا اه هنا كما نراحض ستمائة واحد وخمسين دولار يعني ان الربحك اليومي ستحصل على ربحك اليومي وكما نراحض في اه هذه الالة الحاسبة الخاصة بالموقع ستحصل على اه مثلا ستحصل على تمانية وخمسون الى الى تسعة وخمسون دولار في اليوم هذا اذا قمت ببدء استثمارك بصفر فاصلة اه اقصد بدأت استثمارك بواحد بيتكوين بالضبط لكن مثلا في حالنا نحن لا يمكننا ان نصل الى واحد بيتكوين اه اي لا نملك مثلا واحد بيتكوين فاستثمارنا سيكون مثلا بصفر فاصلة اه مثلا مئة دولار ومئة دولار مثلا تساوي واحد فاصلة واحد مئة وخمسة خمسون بيتكوين فمثلا اريد الاستثمار بصفر فاصلة مئة وخمسة خمسون بيتكوين فما هو الربحي اليومي اه في هذا الموقع الموقع في حالة اه انه وضعت اه يعني استثمارك اقل من من ما ذكرته سابقا واحد بيتكوين سيكون ربحك الموقع يومي ما بين ثلاثة الى خمسة اه فمثلا كما قلت سابقا واحد صفر فاصلة مئة وخمسة خمسين بيتكوين يساوي مئة دولار فمثلا قمت باستثمار مئة دولار في هذا الموقع فالربح اليومي سيكون اه على هذا الشكل والذي يصل الى اه ثلاثة دولارات في اليوم ما يعني انه يمكنك ان ان تربح اه ثلاثة ثلاثة دولارات في اليوم وثلاثة دولارات في اليوم سفي الشهر ستسترجع تسعون دولار ما يعني انه في الشهر في شهر ونصف او شهرين ستكون قد استرجعت ما قمت باستثماره وعائد الارباح سيبتدئه من بعد ذلك يعني سيكون لديك شهر ونصف قد استرجعت المئة دولار وبعدها ترتفع ارباحك في الموقع ومثلا اه كما قلت سابقا يمكن لاشخاص اخرين ولكن اه نصيحه كنصيحة لا تقوم باستثمار اكثر من مئة دولار في هذا المواقع رغم ان هذا الموقع الى حد الساعة ويعني صادق وصادق جدا لكن اه بطبيعة الحال لا يوجد شيء صادق مئة بالمئة لذا اوصي واوصي الاصدقاء ان لا يتم يعني الاستثمار في هذه الشركات التعدينية باكثر من مئة دولار بالخصوص الشركات التي اه يعني غير مؤكدة لتواجدها على ارض الواقع اه وايضا لا تظهر في فيديوهات او مؤتمرات او ما الى ذلك اه احبا اي كان هذا هو الشرح القصير حول الشركة الخاصة ببيت مينستر كما قلت سابقا الشركة لا لا تضع يعني ان تقوم بشراء او ما الى ذلك فقط تضع اه الاستثمار وتربح بشكل يومي بنسبة تصل الى ثلاثة في المئة ما بين ثلاثة في المئة الى خمسة في المئة حسبها ما وضعتها اذا كان لديكم اي استفسار حول الشركة او اي او اي شركة اخرى قمت بشرحها سابقا ما عليك الا وضع تعليق اسفل الفيديو او مراسلة في الصفحة على في فيسبوك او على الواتساب والرقم تجدونه في في يعني الشرحات السابقة التي تتعلق بالخصوص بالوان كوين اذا انا احب اي ونادي الحلقة في امان الله. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق. ولكي يصلك كل جديد اشترك لها. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة